الأطباء العامون والأخصائيون في موريتانيا يواصلون إضرابهم العام المفتوح عن العمل للشهر الثاني على التوالي دون التوصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية ينتهي بموجبه الإضراب ويؤكد الأطباء استعدادهم لما يصفونه الحوار الجاد مع الجهات الوصية وفي ذات الوقت يؤكدون مواصلة الإضراب إلى أن تتحقق مطالبهم مطالب تشمل مجانية الحالات المستعجلة وزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل بشكل عام وقد التحقت بإضراب الأطباء العامين والأخصائيين نقابة أطباء الأسنان وأودعت نقابات صحية أخرى إشعارات بالإضراب في حال لم تحقق وزارة الصحة مطالبها وقد أقالت وزارة الصحة الموريتانية عددا من الأخصائيين من رئاسة بعض الأقسام في مستشفى نواذب وكيفة كما أقيل نقاب الأخصائيين من رئاسة قسم الأمراض الباطنية بمركز الاستطباب الوطنية وكانت الوزارة قد هددت في وقت سابق بقطع رواتب الأطباء المضربين وبإغلاق العيادات الخاصة والتي يشتغل فيها عدد منهم كما حذرت المفتشية العامة للصحة العيادات الخاصة مما وصفته التشغيل غير القانونية لموظفين عموميين غير مرخصين لممارسة المهنة خارج أوقات وأماكن الدوام الرسمية وقد جاء التحذير في رسالة موجهة إلى مسؤول المؤسسات الخصوصية الصحية أكدت فيها المفتشية وضع ترسانة قانونية هدفها تنظيم الممارسات الخصوصية للمهن الطبية في موريتانيا وبالمقابل يلوح الأطباء باتخاذ خطوات تصعيدية بينها الاستقالة الجماعية لرؤساء الأقسام بالمستشفى الوطني وتركيز الحالات المستعجلة بشكل دوري في مستشفى واحد بدل عدة مستشفيات وذلك في حال لم تستجب وزارة الصحة لمطالبهم وقد أعلنت النقابة الوطنية لمفتشي ومراقب الشغل في بيان أصدرته قبل أيام استعدادها للوساطة بين الأطباء المضربين ووزارة الصحة سعيا إلى إيجاد حل ودي يرضي من وصفتهما بطرفي النزاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر